الأخت الفاضلة تسأل عن النوافل والنوافل كما ذكرت 12 ركعة 12 ركعة ركعتان بعد صلاة الصبح و 6 ركعات مع الظهري و 6 ركعات مع الظهري و ركعتان بعد المغربي و ركعتان بعد العشاء يبقى دي 12 ركعة دي السنن المؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأخت تسأل تقول لو لم تستطع أن تصلي ركعتين من هذه النوافل في وقتها هل يجوز لا أن تصليها في غير وقتها والجواب نعم الجواب نعم يجوز لها أن تصليها في غير وقتها فلقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعض صلاة العصر فلما سألته أم سلم رضي الله عنه قال شغلني توزيع الغنائم عن هاتين الركعتين فصلهما بعض العصرين و من أهل العلم من قال بأنه صلى الله الحديث ثابت في الصحيحين استدلوا على جواز ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل 11 عشرة ركعة صلى بالنهار 12 عشرة ركعة صلى بالنهار 12 عشرة ركعة فيجوز للأخت إن فاتها شيء من النوافل أن تقضيه والله تعالى أعلم على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب كما قال جمهور العلماء والله تعالى أعلم التهجد كم ركعة ذكرت الآن أنه كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 عشرة ركعة وفي روة عبد الله بن عمر عن 13 عشرة ركعة هذه صلاة الليل ترجمة نانسي قنقر